الباحثون عن أمل هؤلاء هم المقيدون في قافلة الانتظار والانتظار في العراق حينا من الصبر الطويل وحينا من الفقر والحزن والقلق لا شيء هنا يحدث أن يجيب على تساؤلات عن بلاد النفط والماء فكل ما فيه موقد من نار وكأس من فراغ بدأ يقتل العمال كما يقتل الطلبة حتى أصبح العراق بلاد الفقر دون منازع بين دول النفط على هذه المرتبة يفجر العراق بظروفه القاسية تقرير غلب عن حالة القوى العاملة وأي قوة تلك التي تحضر متفائلة ليوم جديد إذا كانت الساعات متاحة للحزن ويقرؤون رقما ليس صادما لهم إنما للعالم أجمع 43% حزنون فلا تسأل عن وجوه عابسة إلا أنها مجبورة على العمل ولو لم يدفع عنهم قوت يوم واحد النصف الآخر من العمال قلقون دراسة نفسية خطيرة بلغت 52% ومثل هذه الحقائق تتكشف قبل يوم موعود ينتظرون فيهما في عراقهم من خير يغير الحال إلى أفضل منها يوم الانتخاب يواجه أياما مليئة بالخراب كان القول الفصل فيها أن سياسيين حكموا فأحكموا القبضة على أموال البلاد المكتنزة بالمال لتصبح حاضرة عند المتنفذين غائبة عن شبابه وعماله وأطفاله وما أكثر الغياب يتفق المعظم هنا أن الحكاية تطال الحزن فيها فالأرقام أكبر من تقارير دولية لذا يقولون لكم لا تستغربوا حين يتلخص أسمى طموح عند العراقي في تذكرة سفر يترك فيها بلاده النفطية إلى غير رجعة العراقي في تذكرة سفر اشتركوا في القناة